اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله وقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي يوم الخميس على قولة الدكتورة ندا الخميس سلوينيس طبعا عندنا الكثير من الفقرات في حلقة اليوم ولكن قبل أن نبدأ فقراتنا نحيي معانا ميرا اللغفلي هي معانا في التنسيق ومعانا في الإخراج أيمن سرحيل صبحكم الله بالخير صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور ومعاكم الدكتورة ندا الملة تعرفون ليش شيء؟ لأن تبغي تطلع في نص الحلقة ما يستوي أنا ما كنت بطلع في نص الحلقة أنا قلت آخر ربع ساعة ما يعطي مجال صبحكم الله بالخير والنور اللي يوم الخميس والونيس ميرا اليوم في صفي أول مرة قالت زي طير جبهتها قالت زي ميرا ما تقولها الكلام صباح الورد وصباح الجمال وصباحكم خميس ونس آخر يوم في الأسبوع وإن شاء الله يكون نهاية الدوام نهاية الدوام جميل ونطلع على الويكند بنفس طيبة ونهد مشاكل الدوام في الدوام ونستعد للويكند بذكركم برقامة تواصل عشان تتواصلوا معانا على 600551414 والرسالة النصية على 4006 وموجودين لايف على أكاونت نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الانستجرام دي اتشي اندر اسكور دبي طرشونا الشكر ملاحظة شكوى اقتراح كل شي ممكن يساعدنا في تحسين قطاع الصحي في دبي بشكل خاص في الإمارات بشكل عام وأهم شيء الشكر لو عندكم شكر لموظف خصوم موظفي البسطاء سكيوروتي مسنجر أنا ما أبغي شكر أبغي ملاحظة طرشو ملاحظات عم حمود والشكر طرشو عني موظف بسيط ساعتكم تريستانسهم بالشكر ومعنا ظروفهم صعبة ولكن الشكر نفسه تروايد يعلي من نفسيتهم هذا المفروض أنتو كمدراء موجودين في الهيئة هم أنتو اللي تعطونهم هذا الدافع المدير دائما هو اللي يشجع الموظفين هو اللي يشجع الكادر الوظيف اللي عنده على أساس يعطيه بشكل أكبر صحيح والحمد لله نحن أصلا تقافة المجتمع بشكل عام تقافة سعادة إيجابية يمكن حتى البارحة كانت وزيرة السعادة معاني عهود الرومي تتحدث عن هذا الموضوع كنا في فعالية فقالت أنه من بدل الأشياء نحن كشعب في الإمارات السعادة هذه في جيناتنا صحيح محمود صحيح من استوينا ونحن حتى قبل نتحدث عن مفاهيم الإيجابية عن مفاهيم السعادة ويتم تطبيقها تطبيق عملي قالت هذه في جينات الشعب الإماراتي نحن شعب سعيد من البداية اللهم لك الحمد وأيضا تم تطبيقها ضمن هذه المعايير الإدارية المعايير العلمية ووضعها ضمن منظومة كاملة في هذا المجتمع السعيد صحيح محمود الحمد لله عن نعمة السعادة نعمة من النعم وممكن واحد يحس السعادة مثل ما يقولوا الناس يعني وحدة من الأشياء الموجودة ولكن هي نعمة من النعم ما يحصل الواد من الناس والحمد لله مثل ما قال محمود نحن في الإمارات أصلا شعب سعيد فناخذ بعبد الله ما نشوف مداخلة إن شاء الله تكون مداخلة إيجابية وسعيدة صبحك الله بالخير بعبد الله فضل يا سيد الله يسلمك أخير عندي موضع بسيط ومحتار فيه أه وخصوص الصحة يعني نعم راجعتنا أحد عيادات عنه هنا في البيت فعندي ورعا بسيط عن طرف رقب فقلت لأشوفها من شو هذي ويوم راجعت العيادة عيادة السابعة للحكومة فقالوا لك يمكن عندك شو الغدة أه فتركتهم رحت عيادة خاصة كيف قالوا لك سويت فحوصات أشعة كذا ولا سووا لي أشعة وقالوا لديك كيس داني هذا عندنا وين في الحكومة وين يعني في عيادة من عيادات الهيئة هي تبعى هيئة الصحة أنزوين قل لي بعدها في المنزر في المنزر المنزر عزيب بعدها طلعت رحت عيادة خاصة في منطقة الورقة وشويت زويني الجراءات وفحوصات هاي كلها قالوا لي لا عندك مشكلة في شو في الغدة العيادة الخاصة قالت لك عندك مشكلة في الغدة قطع الاتصال حاولي تتصلين فيه مرة ثانية يا ميرا الله يخليك نفهم منه بالضبط شو كان الموضوع عموما أنا أبغي أعرف الدكتورة أحيانا اللي فهمناه من أبو عبد الله أحيانا يكون فيه تشخيص هذا التشخيص يكون مبني على صور وعلى أشعة وكذا فخلونا أبو عبد الله شو يقول بوم صبح رجع عندنا على الخط أحيانا بوم صبح ولا أبو عبد الله لا بوم صبح بنرجع نتصبح أبو عبد الله بس بوم صبح بعد دعي تعي على الخط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والنور والسرور والسعاد وانت المنبر كل الله يطول عمركم الله يصبح شكرا لك وخي بوم صبح تفضل والله ما شي رياله وقلتوا شكر وهذا ونحن الحمد لله بلد السعاد بلد الحمد لله الخير الله يطول عمركم بوجودكم الله يبار فيكم وبقيادتنا الرشيد الله يحفظهم إن شاء الله الله يخليك شكرا يحفظكم إن شاء الله دكتور والله ما بقون عدل برشة هذه يزاكم والله خير كلكم بتكابلون بعض الله يتحدكم إن شاء الله دكتور مدكاتر ممتازين ما شاء الله وما نقول بعد ما يعني شو بنقول الكلام يعجز الصراحة ما شاء الله ما يرد حد هذا الريال اسم الدكتور تيسير الله يحفظه في مركز الممزر الصحي دكتور سنان ما شاء الله صغير عود ما شاء الله على التعامل وما شاء الله يعني لفت نظرية إذا الله خير ونقول ما لم يشكر نصنا يمشكر الله من منبركم ما شاء الله ريال يعني مجتهد وريال ما شاء الله من زمان يعني ما شاء الله في المركز الصحي وما شاء الله كل صغارية كبارية ما شاء الله كلهم يلجون إليه ما شاء الله ممتاز على خدمت الطيبة والحمد لله وهذا المنبر قلنا بنشكر إذا كم الله شكرا لك ونصبح شكرا لك شكرا لك شكرا لك على سائجابين هارك سعيد الله يخليك شكرا لك ناخذ بعبد الله مرة ثانية بعبد الله سامحنا مادر الخط فصل من عندك ولا من عندك لا لا عندين فصل تفضل بعبد الله تكملها تفضل بابا الموم أني راجعت العياذة الصحة فقالولي عندك كيس زين بعدها طلعت رسلت عياذة خاصة فقالولي عندك شو اللوز مشكلة في اللوز في اللوز أوكي إي فأحترت بين اللذين من الصح ومن الغلط فيهم نزيل والورم هذا موجود لين حيني أوكي أخي معبد الله أوشي الورم كم صال عندك هذا صال يمكن أكثر عن خمس سنوات يمكن أربع سنوات أوكي خمس سنوات الورم في منتصف العنق أو على الطرف على الطرف على الطرف هالمؤلم لا لا ما في أي مبد كبر أو صغر لا والله يكبر شوي وردي صغر ما في ما في خراج يطلع منه أو أي وصف أبد 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 أوكي كان عندك حرارة قبل ما يطلع عندك الورم لا أبد مرة أوكي خلص أخي إن شاء الله تسمع الجواب ويهمك شكرا شكرا ميرا أنا أبغي رقم بعبد الله الله يخليت عشان نحوله في السيستم عندنا ونشوف ممكن نحوله على أحد المراكز عند أحد العيادات الأسئلة هذه ما أدري تعطي موشرات إنه أي محمود يعني أو شي المدة اللي كان عنده الورم يعني هو قال قالوا له إنه احتمال لوز خمس سنوات صعب جدا يكون عبارة عن لوز يعطي احتمالية أكبر أن يكون كيس دهني رقم اثنين مو مؤلم ما في حرارة ما في يعني ما في أي أعراض أخرى غير هذا الكيس دهني فاحتمال كبير يمشي مع الكيس دهني مش اللوز اللوز عارض طارئ يعني يكون عندك مع حرارة مع كحة مع زجام بس ما يكون خمس سنوات وعلى طرف العنق فهذا نادر جدا يعني يكون كيس دهني يكون غدى المفاوية موجودة عندك فأنا أنصح أنتوجه للمركز الصحي اللي تتابع له ولو تطلب منهم حتى يسويك التراساوند أو أشي يسمون التراساوند بالعربي السونار مثلا هل يسوينا بالجل مو بأشعة العادية أشعة السونار عشان يكتشفون شو نوعه احتمال يطلع فعلا كيس دهني وبعدين إذا كان يحتاج مثلا ينشال أو يسوي لك أي مشاكل تتحول على الجراحة بس ارجع تابع ويطلب ألتراساوند وإن شاء الله ما عليك إلى الخير ويقول أحيانا يحتار ما بين أكثر من تشخيص دكتورة أنا أعتقد أن أكثر من تشخيص دائما هذه شغلة إيجابية أكثر مما هي تكون سلبية في تشوف محمود هو أكثر من تشخيص يعتمد في شيء اسمه دكتور شوپنج شوين دكتور شوپنج تعبوا الناس يصير المول وندور ونتسوق نفس الشيء فيه مرضى يحب يدور على وايد ديكاترا يطلع من عندي يروح عن دكتور A B C D يروح عن وايد الطباء كل واحد يعطي تشخيص يطيح في حيرة أحيان مثلا بس هذا الأخ بو عبدالله كان تشخيصين مختلفين تماما واحد قال كيس واحد قال غده خذ رأي ثالث خذ رأي ثالث وشوف يرجح أي واحد منهم لأن رأيين منفصلين تماما خذوا رأي ثالث وخذوا من ناس ثقة يعني اسئله قموا تسيرون يعني من دكتور زين من هو دكتور معروف عن سماعات أنه زين في التشخيص وروحوا له وخذوا رأي ثالث وبالعادة رأي ثالث يرجح واحد من الاثنين فيكون تشخيص الأرجح أحيانا السؤال بعد اللي أنا عرف أنا ممكن أول ما يدخل وشوفه طبيب عام الطبيب بسرة ليش ما يتحول على الاستشاري خاص بهذا الموضوع إذا المحالة محمود ما تستحق التحول ما نحوله يعني أتوقع الكيس عندنا يمكن بسيط حتى ما يحولوا على الجراحة لأنه ممكن لأكياس لازم أنها تنشل إلا لو كان كبير يسوي مشاكل في التنفس أو مشاكل في البلع حزتها لازم يتحول بس مثلا ما قلت ارجع راجع العيادة ويتمرها في البرشة بعد فالك طيب أنا موجودة من الأحد إن شاء الله فالك طيب زيني حتى عدينا وقت الفاصل بس أي مسام احنا فيه أقل من دقيقة مناخذ أم هند تفضل يوم هند السلام عليكم السلام عليكم تفضل حبيبتي عزيزتي بنتي عمرها عشر سنوات وطولها وايد أكثر عن سنها ووزنها تقريبا عشرين أو راجعت عدد دكاتر حبيب النمو كل الفحوصات تظهر أوكي يعني ما فيها شي والهمقلوبين على البورد بس راجعت آخر دكتورة نمو تخصص طال ذلك لي بسوي لك هرمون النمو هاي هرمون النمو منذين وخذت أبر اللي هي أخذونها كل عشرين دقيقة تقريبا ست أبر بعدين قالت لي كل شيء طبيعي فيها بس تبتدي أعطيت أبر هرمونات النمو واللي هي تكون تحت الجل تقريبا ما يقارب ثلاثين أو أربعين أبرة هل في الخاص ولا في الحكومة خاص عشان تي أنا حبيت أستثفر مبعرف وين أسير إن شاء الله تسمعين بعد الفاصل بعطيت الإجابة إن شاء الله تفضلي ما أعرف أنا هل هذا صحيح أنا طبعا ما أتغذف مرتاح في هالموضوع واحتمالية نجلة حال الموضوع أو احتمالية فشلة فالج طيب إن شاء الله بعد الفاصل أنا تعديت وقت الفاصل فالج طيب بعطيت إجابة كاملة إن شاء الله صحة وسعادة سعد الله وقاتكم ورأة أخر مستمعين كرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تخدم لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا 600 55 144 144 أو عن طريق الرسال نصية على 4006 وموجودة معكم لايف على إنستجرام هيئة الصحة DHA أندرسكور دبي وعلى إنستجرام نور دبي قبل الفاصل أم هند كانت تسأل عن بنتها وإبر الـ Growth شوفي أم هند إبر هرمون النمو Growth هرمون ممكن نقول هي عبارة عن طريقة لعلاج قصر الأطفال وحتى قلة الوزن عند الأطفال لأنه يحفز نمو العظام والطول ولكن أنت قلت إن كل الفحوصات اللي سوتها كانت سليمة فأنا أنصحت من رأي الشخصي تستشيرين في عندنا طبيبة جدا جدا شاطرة في صحف دبي اسمها دكتورة فاطمة العلماء هي استشارية أطفال هي صراحة الحالات الصعبة نفس هاي الأطفال اللي ينصحونهم ياخذون Growth Hormone أو عندهم مشاكل معينة إحنا نحولها عليهم تعطيك الاستشارة الصحيحة طبعا إبر هormone النمو إذا زادت عن حدها تسوي مشاكل وادة تسوي فشل في الكلة تسوي ترسبات في العظام تسوي مشاكل في النظر فأنا ما أنصحش تاخذينه لين تستشيرين استشاري في الأطفال متخصص في هالأشكاء فأنا رح أخذ رقمت إن شاء الله من عند ميرا ورح أحولها على دكتورة فاطمة العلم إن شاء الله رح تعطيك الجواب الشافي هل تحتاج البنت أو لا ورح تطلبك بعد التحاليل إلا مفروض تتسوي إذا تحتاج هormone النمو بس لا تعطينا قبل ما نستشير الطبيبة شكرا لك الدكتورة طيب الآن ما نتكلم عن موضوع الساعة وهو تحدي دبي لللياقة طبعا الهيئة تفاعلت بقياداتها ومسؤولينها وجميع الموظفين مع هذه المبادرة مبادرة تحدي دبي لللياقة التي كان قد أطلقها سيدي سمو شيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي والتي بدأت فعالياتها إن شاء الله عشرين أكتوبر وبتمتد حتى 18 نوفمبر في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطا وممارسة للرياضة على مستوى العالم في الوقت نفسه الهيئة تحرص على توفير منصات خاصة لتأمين الأنشطة والفعاليات المصاحبة لتحدي دبي لللياقة طبيا إلى جانب تقديم التوعية والتوصيات الصحية اللازمة للمشاركين من مختلف المؤسسات والفئات نحن نتكلم عن استعدادات هيئة الصحة بدبي لمنافسات تحدي دبي لللياقة وشو اللي عدتها لتأمين هذه الفعاليات معنا في الستوديو الأستاذ غانم عبدالله لوتا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة صبحك الله بالخير يا أبو عبدالله صبحك الله بالنور نورت الستوديو أخوي غانم والله نوركم طال أمركم الله يخليك في بداية تقولنا كيف تفعلت الهيئة منذ أعلن الشيخ حمدان أن في تحدي دبي لللياقة كيف تفعلنا مع هذه الدعوة أول شي أحب أشكر سمو الشيخ حمدان على هذه الرؤية والمتماشية مع رؤية هيئة الصحة في دبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة ثاني شي أن نشكر كافة الجهات والمؤسسات الحكومية اللي دعمت هذه البطولة أو هذه المبادرة المتميزة في نوعها حيث أن كنت يوم أتكلم عن بطولة ثلاثين ثلاثين اللي هي ثلاثين دقيقة في ثلاثين يوم ممارسة رياضة أعتقد أن أولاني أنا متأكد أمية فلمية أن المجتمع بيكون صحي وسعيد بهذه البطولة وهذه البطولة وهالنشاط الرياضي حيث أن أنا ألاحظ من وجهة نظرية خاصة أن الرياضة والسعادة والصحة متماسشين مع نفس الأرثم ما تقدر تكون سعيد إذا ما تكون أنت صحي وصاحي وبخير إذا ما تكون تمارس الرياضة هذا شي أعتقد أن بيشكل عبء عليك أنت قبل الله بيشكل هالعبء على الحكومة هيئة الصحة تحرص كل الحرص أنه ما تتريه الناس تمرض أنه بالعكس أنه نحن نحتاج أن نوعي الناس قبل الله يوصلون لحالة أنه يحتاجون الطبيب ولا يحتاجون مراجعة المستشفيات في هيئة صحة تدبي أشكر الإدارة العليا متمثل بحميد القطامي على دعمه الكبير لهذه المبادرة حيث أنه لاحظنا من طلاق ومن أعلن سمو الشيخ حمدان لهذه البطولات لاحظنا أن التفاعل الكبير من قبل الموظفين هيئة الصحة والقطاعات المختلفة بشكل صراحة فقط تصور من خلال التواصل وإدارة التسويق والاتصال المؤسسي وإدارة الموارد البشرية وإدارة الإدارات المختصة كيف تم التسجيل الحمد لله رب العالمين تقريبا وصل عدد المتشاركين تقريبا ما أبالغ لو أقول لك ستين في المئة من عدد الموظفين عندنا مختلف التخصصات الطبية والكوادر الإدارية لاحظنا شيء ثاني أنه نحن هيئة الصحة عند مجموعة من الملاعب الرياضية اللي تشارك فيها بشكل يومي صحيح تفاعلنا هل أول نادي على مستوى الدوار الحكومية كان موجود فيها هيئة الصحة أشكرك أبو يوسف هالكلام أمي فلم يصح نحن هيئة الصحة أول نادي رياضي كان هذا على أساس أن يتماشى ويسياسة هيئة صحة تدبي نحو مجتمع أكتر صحة وسعادة الملاعب هذي قدت بيصير فيها شيء بو عبدالله أنا ممكن أستعرض وياك طال عمرك الفعاليات اللي بتكون عندنا في الهيئة طول هذه الفترة بنبتدي نحن إن شاء الله من يوم الجمعة منطلاقة البطولة أو المبادرة التي هي تحدي دبي دبي تحدي دبي تحدي دبي اللياقة اللياقة بيكون في حديقة الصفة وتكون منصة خاصة بهيئة الصحة في مباريات بتكون موجودة زايد بتكون عندنا مجموعة من التوعية من الأطباء يوفرون التوعية كذلك بتكون معلومات عن التقضية معلومات صحية كذلك في حوصات طبية بتكون عندنا مسابقات رياضية هذه في منصة هيئة الصحة نحن بنتواجد إن شاء الله بنكون في حديقة صفة من الساعة وحدة لنساعة تسع المبادرة وكذلك يوم السبت بيكون عندنا في ملاعب هيئة الصحة بالشراكة والترويج والسياحة متواجدين في ملاعب هيئة الصحة من الساعة ثلاث لين الساعة تسع أشهر في الليل مختلف الانشطة الرياضية بيكون مهرجان رياضي في هيئة صحة تباية تاريخ 22 و23 هذا على مستوى الهيئة وبيكون مستمر نحن نشاطنا الرياضي مستمر يوميا يوميا من تاريخ 20 لين تاريخ 18 إما شاركنا في الكرنفالات اللي بتكون في نهاية الأسبوع بتكون عندنا انشطة متميزة اللي هي تاريخ 22 تاريخ 23 أكتوبر بيكون عندنا تاريخ 27 اللي هو السباق الوردي أوبن كرايد اللي هو دعم السرطان هذا بيكون خلف المجمع السن ست في جميرة عادة انحنا هاي سنوية المبادرة الحمد لله رب العالمين مشاركة كبيرة من الدراجين والعائلات والأطفال يكون مهرجان رياضي متماشي ويمبادرة دبي تشلنج فتنس السنة هذي بعد طولتوا المسافة لا في الوقت الحاضر لنا حين المسافة جدا مناسبة لكافة أفراد الأسراح يقدرون يشاركون فيها في نفس الشي فيها الفعالية نفس العام بتبتدي من السن ست لين قبل فندق الفور سيزن وبنرجع تقريبا يعتمد على قدرة المشاركين على الفئات نحن نسوينا هذه حق العائلات نوع توعية عن المرضى السلطانات الثدي ومنها رياضة ومنها رياضة وعدنا تفاعل تاريخ 22 نوفمبر بعد بيكون في ملاعب هيئة الصحة ممتاز طبعا كل الفعاليات تحتاج يكون يكون طاقم طبي يوفر الدعم الطبي مثل الفعاليات فكيف نحن مستعدين حقها بلا شك طاقم الطبي متواجد في كافة الفعاليات بمشاركة هيئة الصحة والأطباء والممرضين كذلك بيكون عندنا في الفعالية نسقنا ويترويج السياحة خلال كافة الفعاليات متواجدين في المراكز أو في المنصات اللي يتم فيها النشاط الرياضي أنا باتش إن شاء الله بكون موجودة في حد اقتصاف أمن خمس للسبع هذا اللي تريد توصلي لأنت أنا بقول لأشان أنا بقول والله نحب نوجه دعوة لكافة المستمعين لحضور هذه المبادرات أول شي إن نحن نهتم بصحة المجتمع ثاني شي لازم يكون أن نظام حياة الرياضة نظام حياة ما نقدر نقول أكثر عن هذا الشي أنت كل ما مارست الرياضة كل ما عشت حياة سعيدة أكثر أكيد بعبد الله نحن شكري لك هذا التواجد ونتمنى أيضا مثلا توجه دعوة لكل أفراد المجتمع أنا كذلك أضم صوتي لصوتك وأوجه هذه الدعوة للعاملين في هيئة الصحة في دبي بشكل خاص من أطباء من كادر طبي من إداري المشاركة في مثل هذه الفعاليات لأن مثل ما ذكرت بعبد الله الرياضة أسلوب حياة نمط حياة ومهرجان يعني زهر الله خير اسمه شيخ حمدان يعني أطلق مبادرة كلها إيجابية وتسعى إلى السعادة صحيح فهي مثل ما قلنا يعني ممارسة خاصة بالمجتمع بشكل كبير نتمنى من الجميع التواجد أبو عبد الله نذكر بس بالمكان والزمان نحن متواجدين إن شاء الله بنكون في حديقة الصفة من الساعة وحد الظهر لين الساعة تسع يوم الجمعة ونكون متواجدين يوم السبت من الساعة وحد الظهر لين الساعة سبع إذن اللي حاب يشاركنا واللي مبحى بعد إن شاء الله بيشاركنا دعوة عفوا أبو يوسف إن نحن عدنا أيام رياضية طول أيام الأسبوع يشاركونا في ملاعب هيئة صحة دبي للمشاركة في هذه الأنشطة الرياضية لحتى تاريخ 18 الدعوة عامة للكل الدعوة عامة للكل وكافة العمار ممتاز جدا نزاك الله خير الساد غانم عبدالله لوتا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة في دبي شاكرين لك هذا تواجد ونشوفكم على خير وكل التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا وصلنا للفاصلة الحين يا أيمن رح نطلع فاصل نرجع مع الفاصل صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا الدكتورة 600551414 ورسال نصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستجرام طيب بعدنا في إطار تحدي دبي لللياقة ولكن الآن من منظور آخر من منظور التغذية معانا الدكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي صبح جالله والخير دكتورة نورتي نورتي دكتورة من زمان والله ما كنت معانا حبيبتي ما كانت معانا لكن دائما معانا والله فعلا روحت موجودة في المكان الله يخليكم دكتورة طبعا تحدي دبي لللياقة هو الثيم الكل مستعدل إن شاء الله بينطلق إن شاء الله باتشر لـ 18 نوفمبر فقسم التغذية شو مجحس حتى تحدد بي لللياقة طيب إدارة بداية رائعة الفكرة رائعة وحي يسمو الشيخ حمدان على هالفكر الرائع اللي يفوق يعني يفوق يعني فوق أي فكر عادي صراحة ويعني تخيل لما مجتمع كامل يشارك في الرياضة خلينا أقول شغلية التغذية والرياضة وجهان لعملة واحدة وهي صحة البدن صحيح موجود إدارة التغذية في التحدي تكمن في شغلتين الأولى حنكون موجودين فعليا في حديقة الصفة من الساعة واحدة لساعة تسعة مساء نعطي النصائح ناخد القياسات وفيه مفاجآت مسابقات تغذوية حتى نأكد عملية التحدي ممتاز جميل طبعا حتلاقينا عاملين القياسات ما هو أنت عشان تقدر تتحدد إنه هذا الشخص من بداية التحدي لنهايته صار فيه فرق فحناخد القياسات الضرورية لعملية الفوز في جوائز حنعملها ممتاز للناس اللي حتشارك مع إدارتنا ونوزع الكتابات تثقفية وخلينا أقول لكل رياضة يا جماعة غذاءها الخاص ركوب الدرجات لغة المشي الركض الباسكتبول الفوتبول لكل رياضة نوع تغذية خاص فيه تحمل الرميل قل لي مثلا بيحتاج شيء لبناء عضل معين صحيح فالتركيز على التغذية كتير مهم مش أي حد ولا أي شيء الرجاء زيارة منصة إدارة التغذية في منصة هيئة صحة دبي لأنه فعلا حتفيدكم كيف يعني كل رياضة لها تغذية خاصة أي يعني فيه قئي رياضات بدها تعطيك أكسجين زيادة واللي بيجي عن طريق لودنج الكاربز زي فوتبول اللي الناس بتلعب كرة القدم 45-45 منتس بدك شيء اللي يعطيك الأكسجين والطاقة طول 45 دقيقة غير عن اللي بيسبحوا غير عن اللي بيلعبوا رياضة يعني أنت معاك دكتورة نادك وتيبين مختلفين إذا طلعت الرياضة التغذية لإلهم مختلفة تماما ركوب الدراجات غير عن المشي هذا بيحتاج لودنج للمي هذا بيحتاج لودنج للعضلات يعني تعملي تقوي العضلات الرجل للجسم في فرق بكل رياضة دكتورة فبس قامت هل تغيير في النظام الغذائي لممارسة رياضة معينة لازم يبتدي قبل كم من ممارسة هذه رياضة شوفي هلأ أي شيء بدك تعملي يجب أن يكون متدرج يعني شخص ما عمل رياضة ما بيصير يمشي ثلاثين دقيقة من أول يوم لازم يتدرج عشر دائق خمسطعش ليش أنت بتحضر الجسم بتحضر العضل وبتحضر جسمك أنه يتقبل وما يصير عندك تكسير في حام دلاتيك أسد ويصير عندك ألام في ناس ما عاملين رياضة أبدا ومرة واحدة يعملوا بتلاقيهم جلسوا ثانيهم ما قادرين يعملوا ولا شيء من الرياضات فإحنا ننصحهم بالتدرج معلش هتدخل التحدي الثلاثين دقيقة ولكن بتدرج في عملية أنه ما تغصب نفسك تعمل أكثر من طاقتها لأنه ممكن تقضي إلى سلب صحيح تفضل كنت أقول إضافة إلى أنه في مؤتمر تغذية صحة دبي التحدي أنا حتكلم مش حتكلم عن المؤتمر ولكن أول مؤتمر في دبي سيكون في التحدي دخل جبنا بمؤتمر دبي للتغذية اللي حيكون ستة عشرين وثمانية وعشرين الترينرز عشان يعملوا التلاتين دقيقة في اليوم لكل الحاضرين في القاعتين حيكون في مدربين حيعملوا الترينرز إجباري يعني حضور مؤتمر ورياضة في نفسه ورياضة حتى ندخل التحدي بيون بدل ولا بيون ملابس رياضة هنعمل بشو ما يعملوا طبعا المدربين اللي جايبين هم المتخصصين حيمشوا على حسب الحضور يعني عرفت بس إن شاء الله هنكون قد التحدي مع سموه الشيخ محمدان الله يحمد هذا خبر جميل حتى اللي اللي ما لعلقة مع المؤتمر يبغي يمارس الرياضة خلي ايه ليلا ليلا أهلا وسهلا حياهم دكتورة يعني أنسب الأكلات لكل الرياضيين بغض النظر عن هذه الأكلة ممكن تقول أو ممكن نقول أنه في رياضة معينة الناس يأخذون مثلا نوعية أو كذلك أنا أريد أن نعرف شو أنسب الأكلات توازن بالغذاء بمعنى بمعنى أول شيء لازم يتأكد أنه النشويات اللي عم بيأخذها الشخص لأنها تعطيك مصدر طاقة الرئيسي في جسم الإنس صحيح فأنت ما بيستي تعتمد بس على البروتين وتيجي تقول بدي ألعب رياضة البروتين لا دور في بناء العضلات لكن إذا أنا أخذ بس بروتين وما أخذ البيتامينات الدهون وأهم شيء البيتامينات والمعادن لأنه إذا عندك نقص حديد ما بتقدر تمشي من هون لباب السوديو صحيح بتوقع صحيح فأنت بدك تتأكد أن المعادن عندك سليمة بدك تتأكد أن الفيتامينات عندك ممتازة عشان تدعم السوديوم إحدى المعادن اللي كتير حساسة وتفقد فإذا أنت من الناس اللي يعني بتفقد تتعارق كثيرا وتفقد أملاح كثيرة ممكن تدخ وطح إذا أنت ما أخذ مي فيها سوديوم يعني لا تلجأ إلى المي اللي بدون سوديوم إلا إذا إنت فعلا ضغطك عالي الناس اللي عندها هايبو الناس اللي عندها ضغط هواطي ما بنصح تأخذ هاي المي تأخذ المي العادية عرفت لأنه أنت بتحتاج للسوديوم لتوازن الجسم للقلب وطبعا أنت عارفة السوديوم إذا دخل في الفوسفور في المعادن في الكالسيوم يا سبحان الله جسم الإنسان عبارة عن معمل متكامل كل شيء له وظيفته يجب أنها لا تدخل فالتوازن يا محمود وبعدين شغلتنا أنه أنا أعطي لمحمود إذا بدأ يرعب بدأ يروح سباحة شو يأخذ إذا نذا بدأ تركض شو تأخذ إذا وفاق بدأ تلعب باسكتبول على طول طبعا بتعرف مترين وشوي بدي أخذ رياء بروتين زيادة كمال الأجسام على طول على فكرة هذا أهم لاعب في فريق كرة السلة والله لاعب لك مستقم يا دكتور رفا الله يسعدك يا محمود كفاح الكعبي يقول تحياتي زميم حمود رائع والدكتور بنت الملة شكرا لك شكرا كذلك دكتور وفا دكتور رفا تكلمين عن الماء في نقطة مهمة درجة وجود الماء المكتوب على زيرو لا يوجد ملح قليل والأشياء هل من الصحين أتناول دائما ماء لا يوجد ملح وقليل ملح ولازم أتناول الماء العادي حتى لو لدي ضغط عالي سبتي أنا الوحيد الذي ممكن أوصف له أنه يأخذ الصوديوم معدن معدن مهم جدا بالإنسان ما لازم يكون صفر أني أنا أخذه إلا إذا أنا أكلي أنه أنا أكلي مثلا أنا أحب أكل المالح يعني أكل كله فيه ملح مخلل أتشار واشياء كلها أوكي أخذ البالحة يدتلي عصير ليمون وملح وفلفل ويا بعض خالطة إنهم قالتلي شرب أقول يعني لما أنا بأخذ مي يعني بأخذ أكل كله عالي في الملح مستعدة أخذ المي لأنه تشربيها بتطلع الأملاح لكن أنا كوفاء ما بحب الملح أكل يم بدو يعني كتير خفيف ملح قليل إي لأنه الملح هذا طعم مكتسب وليس بحب الأكل زي ما هو صحي بحب طعم الأكل متل ما هو خفيف لا لا بحط ملح حسب التعود محمود ولكن مش مالح يعني الطعم الأكل تحس إنك هتاعت الأكل بحب أخذ المية العادية عملي ما لجأت للمياه عشان يعوض الملح من الأكل صحيح بيقول البيض أنسب أكله حكل الرياضات وعن ثبرة تأكل بيض وتبشر وتدخل في غيبوه وبتنوم أولاً ما بيدخل في غيبوه وبتنوم لأنه البيض أعلى نسبة قيمة بايولوجيه للبروتين في البيض هو فسح كلامه مية بالمية بأيده ودائماً ننصف للرياضيين البيض لأنه إحنا ما منحب البروتينات اللي الباودر صحيح أعلى قيمة للبروتين زي ما تفضل للأخ اللي علق بالبيض وهو صح كلامه دكتور وفا دامت نصحين حتى الأمهات يعطون لأطفال بيض اللي غاني بالفيتامين دال جدا ومش بسيك البيض يا دكتور راندا ما يرفع الكوليستيرول إلا المقلاي لكن البيض العادي إذا خدتيه خلال الأسبوع على الأقل يعني ثلاث أربع مرات بنزل الكوليستيرول السيء عكس الناس لأنه إذا قليتي البيض غيرتي الخواء الخاص لبعته صحيح في ناس تعني تقل من أهمية البيض ولكن البيض كانز من البروتينات أعلى قيمة بيولوجية في البيض كلامه صحيح هل يقول الصفار البيض شكيد هل يقول بياض البيض لا البيض أخذها كامل لأن البيض له شيء والصفار له شيء والاتنين سبحان الله الاتنين مع بعض بيعطوك أعلى قيمة للبيولوجية للبروتيستيرول محمود إحنا نقول لهم خذوا بيضة كاملة ولكن لا تأخذوا لهم قال الله يخذوا مفورها البيندكت بينزل الكوليستيرول بينزل الكوليستيرول سكر حتى ما يصير عندهم هبوط في السكر أثناء التحدي أو أثناء ممارسهم الرياضة فحيكون لدينا الفحوصات العادية حيتم عرض نماذج للدهون والسكريات الموجودة في الأكل للناس تغفل إنها موجودة يعني ممكن أن تأكل الأكل مش عارف قديش فيه نسبة الدهون في عنا حيكون نماذج لهم حية تورجيهم كم نسبة الدهون في الأكلات العادية لهم ممكن يتخيل إنهم فيها سكر حيث صحيح تطلب دكتور رفا حيكون في توعية حيكون فيه مصابقات مصابقات غريبة شوي فيه مفاجآت خليها ما بدي أحرق للمفاجآت عشان تتفاجأوا فيها تعودنا عليكم من المفاجآت الجميل المسابقات إن شاء الله إذن كتور رفا ذكرت لما الناس يأخذون مقاساتهم وقراءاتهم عشان تلاقظون الفرق فمتى راح تكون متابعة للناس إلى خدسة مقاساتهم ماشيو شهر على آخر الشهر بإبن الله يرجعونكم مرة ثانية لازم وبيدخلون السحب وإلا إذا ملتزموا أسبوعيا معنا هم مبر السحب لازم ولكيف ده يبين القياس صحيح نفس الموضوع اللي تكلمتي فيه دكتورة ندا هل الصفار جيد اللي فيه كورسترول حتى لو أخذناها أطول طول السبوع صحيح ما يضر إذا يمطور يعني بيض مشوي ولا شو مشوي مشوي أنا والله ما جربت نحطه بالفرن بالك نحطه بفول بيبر بشوف كيف لا ممكن مشوي مع التو تحطون توس في النص بيضة بيشونها من الفرن دكتورة وفا هي ممكن مع لذيذة هني يقول السلام عليكم كيف ممكن أن تواصل مع دكتورة وفا دكتورة وفا بتكون إن شاء الله بكرة موجودة في الفعالية اللي في حديقة الصفة من الساعة وحدة الين الساعة تسعة والسبت عندي حلقة على الستيج مع إذا التصويق المؤسسي على المنصة أنا حكون هناك موجودة يوم السبت من الخمسة للسبعة فالكم طيب في تعليق جميل وفا أنت ثروة لنا في هيئة الصحة إلى الأوام موفقة الله شكرا ربي خليكم سؤالي أنا عندي نقص في ترسب الحديد شو أنسب شيء بالنسبة للأكل بالنسبة للناس اللي عندهم ترسب في نقص الحديد هذول بيكون عندهم أشياء تانية اللي تسحب زي فيتامين سي لازم أشوفهم أول شيء عشان يتواصلوا معنا ويريد تيجوا لي على العيادة على المكتب أو مع حدة أخصائي لأنه لازم لهم نظام خاص عادة أجهزة تطلع الحديد اللي بيتراكم ولكن صدقوني لو أخذتوا فيتامين سي فوار أو أكل بيساعد على أنه يطلعوا والبوتاسيوم أكيد ممتازة تفضلي دكتور دكتور رفوكت تتكلمين شو عن مؤتمر دبي للتغذية بس حسرين أعطيهم فكرة عنه حياكم مؤتمر دبي للتغذية هو سنته الثالثة عنا نخبة من العلماء في التغذية ولله الحمد السنة كمان حصلنا على اعتماد الجمعية الأمريكية للتغذية الأموبية لأول مرة في الشرق الأوسط وتعاقدت مع هيئة صحة دبي مؤتمر تغذية لمدة 3 سنين فقط لنا لأول مرة وطبعا حكون لهم ورشة عمل إضافة أنهم اعتمدوا المؤتمر ككل إضافة لأعتمادهم من هيئة الصحة أكيد عنا ورش عمل متنوعة للممرضين وبدعوا الممرضين أنهم يجوا طبعا للأطباء للصيادلة لأخصائيين التغذية لكل الكوادر الطبية مر حبابكم فعلا السنة المؤتمر ما بدي أقولكم النخبة اللي جاي من كل بقاع العالم حتى الحضور عندنا ناس يعني أنا لأول مرة بعفنوا من الفيتنام ناس سجلوا فكانت بالنسبة لأيلي استغربت جميل غير دول العربية طبعا هل البيض مع أوميغا 3 أفيد؟ أشوف الأوميغا 3 إجباري أن الشخص يأخذ ألف ميلي جرام باليوم عشان تحصل على ألف ميلي جرام يا جماعة مش بسهولة تقدر تحصلها عندك تاكل ثلاثة كيلو سالمون في اليوم إذا بدك تحصل مستحيل واحد وهذا مستحيل فأنا بفضل أنك أنت تاخده حتى لو كانت غريتك سليمة خد الألف ميلي جرام لأنه أنت تحتاجها في اليوم إلا عن طريق الحبوب يعني ممكن أن أخذها صحيح مجد طفر منها وزيوت كمان شو الغذاء المناسب للإحساس بالدوار والكسل؟ أبل شو أسباب بالدوار والكسل؟ يعني فتش إذا فيتامين دال عندك ناقص فتش إذا الماقنيزيوم ناقص فتش إذا البيتولف الآيرون الحديد هاي الأشياء إذا كان ما شاء الله بإذن الله ما في أي مرض وفقط عنده هذه الأعراض بدون الله يحفظ اللي يسأل ما عنده أي أمراض عادية بيكون عنده نقص في المعادن فحص وبعدين منقرر يقول سامحيني بس عشان مسجات الجمهور ونخلص الحلقة لما باقي شي إن شاء الله يقول لو سمحتوا سجدوا البثعة لشان نراوي عيالنا ويصدقون إن البيت صحي إن شاء الله الرمان أفضل عصير ولا أفضل كما هو حب لا عموما الفواكه كلها حب أفضل يعني دائما صح كلام الفواكه كلها دكتورة المفروض إن القيمة التغذوية مالتها تكون قبلها تنعصر يعني كلام محمود مية بالمية صح دائما الفاكهة خذها بمثل ما هي لأن تخذ بأليافها بمعادنها عملية إنك أنت تأخذ الرمان هيك تأكله ويدخل تقرشه وتأكله وتأخذه في جسمك بيدخل هذا البروستس اللي عم بيصير بيخليك تستفيد من كل شيء فيه يقول لو سمحتوا هذا قرينا صباح الخير محمود أنا إدمان بيض بمناسبة البيض أنا أوقات أكله يخليني أتعب إيه السبب؟ ما أنت مضمن بيض فالإدمان مش كويس في كل شيء لا لا أحد ثاني الصراحة إذا ماكلنا بيض الصبح كنا ما فطرنا والخس ونحس بيوع شديد بعده ولا قبل الصبح الصبح لا شوف البيض زي ما حكيت بروتين والبروتين بيأخذ من 4 إلى 6 ساعات للهضم وبالتالي فعلا بيعطيك مدة طويلة بالإحساس بالشبعة وهذا صح في حد يسأل دكتور رفا وين مصادر بي 12 والحديد والماغنيسي والفيتامين دال أوه هذا كل ما أخذ لحاله بيده حلقة بس مبدئيا البي بيجي من اللحوم ما موجود إلا باللحم أحمر واللحم باللحم والبيض الألبان الأجبان ولكن أكتر شيء في اللحم الحمرة خصوصا البي 12 البيتامين دال موجود في البيض والأسماك ولكن الشمس معهم يعني ما يتفعل بدونهم صحيح مع السبليمنت الماغنيسيوم موجود في الأسماك المدهنة موجود في الخضار الخضرة موجود في بعض الفواكه زي البلو بيريز والبلاك بيريز إيش كمان؟ الماغنيسيوم حكيت عنه على الأسماك الحديد الحديد اللحم الحمرة والشبدة هي أكثر شيء وياريت الناس اللي عندها فقط دم تأكل كبدة على الأقل مرة بالأسبوع كبدة لذيذة والله ترفع ومفيدة جدا 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 حوالي عشر تلاف بالمئة جرام عشر تلاف ميلي جرام وفيتامين اللي بيساعد على تحفيز الحديد انه ينتج أنا حبيت دكتورة وفا حس ان اروحها حلوة الله يساعدكم و Haben وين مصادر هذا قرينات حد يقول اللي عنده سوق تخزين على وفا حديد صحي فيه إن شاء الله من خلاله نتبع أفضل أنماط الحياة الصحية وضمن هذه المبادرة تحدي دبي لللياق وشفنا هذا التفاعل الجميل من القيادات ومن الموظفين ومن المجتمع ككل يعني بمختلف عراقه وجنسياته نحن موجودين معاكم إن شاء الله باتشر منكون في حديقة الصفة بتكون دكتورة وفاة موجودة دكتورة ندى موجودة وبدرية بتكون موجودة وبدرية ومحمود موجودة محمود غيابة أو حضور باتش دوام غصبا عني لا أنت عشان تحد اللياق أنت رياضي ما شاء الله لا أنا يعينكم بالسيكل باتبا الجمهوري يعترض أنكم تضحكون وايد هذا برنامج طبي يا جماعة الخير برنامج جميل جدا المادة اللي فيها جافة نحاول قدر الإمكان نوصلها بهذه الطريقة فيطلع واحد يعترض على على الأسلوب يعني بهذا الشكل هنا لك الكثير يعني هما يعني ما نضحك بدون سبب يعني عادة بيكون في شيء لطف المواضيع الطبية الجامدة عموما لا ما أقدر أقول هالكلام أي من يقولي في محطات أخرى لا نحن نستمتع بكل المتابعين سواء عبر الوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى من خلال الأثير شكر لكم هذه المتابعة شكرا لك الدكتورة وفا عايش ومدير إدارة التغذية السريرية وشكرا لك دكتورة ند الملة شكرا لكم اشتركوا في القناة